بعد جائحة كان للشعوب في مختلف دول العالم نصيب من تداعياتها الموجعة في مفاصل الحياة مدن تداعت فيها مؤشرات الواقع السحي ومدن أخرى انتشرت فيها أرقام صادمة لتدهور الاقتصاد وهذا كله أكثر في تصنيف مؤشر SCI الجديد للمدن الآمنة حيث احتلت كوبنهاجن المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر أمانا ويرجع مختصون إلى اعتماد المدينة الدنماركية في المرتبة الأولى بناء على انخفاض معدل الجريم الذي يبلغ حاليا أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد وكان الانخفاض أكثر في العامين الأخيرين وعلى الرغم من أن سيدن الأسترالية جاءت في المركز الرابع تصدرت المدينة فئة الأمن الرقمي وجاءت المفجأة على الطرف الآخر في القائمة حيث احتلت القاهرة مع أربع مدن البراكز الخمسة الأخيرة في التصنيف لم تظهر بغداد سواء الأكثر أمنا أو الأقل ولم تظهر مدن عراقية أخرى تعكس واقعها الأليم من فوضى الأمن أو السياسة والاقتصاد على عكس ما يتمنى العراقيون من أن تصبح مدن العراق الأكثر أمنا وأمانا في الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة